بص الشباب أنا همسجد الفيديو با كده على السريع علشان الأسئلة اللي جاتي كتير على الهوار ده تمام هو الموضوع معتبارش في ريتم الكورس ولكن علشان الأسئلة جات كتير عليه احنا مش عارفين نفرع بين الا وال او وال او والحاجات ده طبعا ده الطبيعة جماعة انك ما تعرفوش التفريق بسهولة لان برضو انت لسه بتتعلم لسه في بدايتك ده الموضوع فاتش عليه حساتين تمام لسه معملتش ترينينج لسه مخدتش تدريبات آآ اراية والكلام ده. طيب آآ ركز كده معنا اشار معك سكرين الفروق كده بسيطة صورة مجمع فيها الفروقات بسيطة كده كامثلة. طيب الصورة دي معنا. بص يا سي دي اول حاجة اللي هم التلات حاجات اللي ممكن تلغبط ما بينهم اللي هم الآ والآ 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 واخد بالك الفرقة بين الاتنين هفتح لك الفيديو كده عشان تشوف شكل آآ آآ خياشين من هنا بتتحرك. بص كده عليا. شايفني كده صح? آآ بص يا باشا. نفتح لقلم تاني. الآآ آآ آآ بفتح بوقي. آآ آآ تمام? تانية. آآ آآ تمام? هدي الفرقة بينهم طيب. طيب اول حاجة الآآ دي مش زي الانجلش دي مش زي بتاعة الانجلش خالص تمام? هتبروها انجلش تمام? هتبرو ان دي كلمة انجلش. دي مش زي الانجلش خالص. انما دي دي بقى بتتنطق زي الاي بتاعة الانجلش بالزبط. هتشليني يكتب بسرعة. تمام? فدي بتتنطق زي الاي بتاعة الانجلش. لو ما جاش عليها الاودرينيا. طب ما تطيق امتى? اوه. لما يجي عليها الاودرينيا اللي هي اللي قولنا عليها زي الاقصوم بتاعة الفرنساوي اللي بيجبس فرنساوي. طيب. الاخيرة دي اوه 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 وقفولة خالص اوه اوه بقيت قفل خالص تمام? طيب. تعالنا كده ناخدها بالراحة كده مع بعض. اول حاجة ال ا دي زي تكاني 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 اللي هي الانسجة. الانسجة زي الانسجة بتاعة الهدوم دي موكون نقول انسجة بتاعة جلدنا بتاعة بشرتنا بتاعة اي حاجة لانسجة الداخلية وهكذا دي تكاني. زي مثلا يقول لك في سبيشاليست هقول لك حاجة بروتي فاسبلتني فمياغك تكاني الحاجة مضادل تهاب تيشوس زي ال الانبيزيم و الحاجات اللي زي كده نعمل بتسحب الانفلاميشن من الصlesia بإيمان بتسحب الانفلاميشن منها ما تكانية برضو نفس الفكرة هنا بس خلي بديك الفرق بين صاريخ قوي يعني هي مكسورة شوية تحسها ريبية الانجل COL شوية تمام ان لماء ما تشيت ناما تشيت هتقول لي ديت نطقت هنا اه برضو هقولك ناما لان ما فيش اودرينيا ناما تشيت ناما تشيت لهو يغطس او يرمس ممكن اه لما مسلا ما تجي تقول لحد زي نضف الجرح بتاعة مسلا تقول له ان هو يجيب القطن وناما تشيت في البتادين او اليد ويبتدي طهر هي دي ناما تشيت لهو يغطس الحاجة تمام ده كده بالنسبة لنطق ال اه تمام ال او بقى ال او ال او بتتنطق او لو جات عليها اودرينيا او خلي بقى لك الاودرينيا مش موجودة للناس الناس الناتف سبيكر الاودرينيا دي لينا كاعاجم احنا لسه بنتعلم اللغة فبنبص على الاودرينيا علشان نبتدي نعرف نطقة صحة لكن هما بيبقوا عارفين نطقات تلقائي كده زي العربي زمان ايام الفتحات الاسطنامية لما كانوا بيعلموا الدول اللي بفتحوها العربي اول حاجة علموهم العربي من غير نقط ما عارفوش اقروه فرحطولهم نقط بتدوا يتعلموا شوية بس برضو ما زالوا فيه صبف القراية في التشكيل والكلام ده والنح فقالك طب نعمل لهم تشكيل وهكذا فنفس الفكرة الاودرينيا دي للاعجم فقط لغير تمام طيب طب تعالى بنقص على كلمة مثلا زي سنادفورني 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 دي تنطقت آ سنادفورني سنادفورني اللي هي سنادفورني الحاجات المنومة زي اي علاج منوم مش هقول اسمها دلوقتي علشان ما تستغلوش الكلام بتعغل تمام زينا يتقلموا والإيزوبوكلون والحاجات الدورميفال مثلا في الفالريانا والهيميليسي او بسموها الاخميل عندهم والفالريانا بسموها بالريانكا حاجات زي الانالرجي مثلا زي السوبرستين نما اقول لك مثلا انا باخد بروتف الالرجية بياخد انه نوع بياخد السوبرستين فانت بقى عايز تبقى له حاجة افضل من السوبرستين مثلا تقول له ده سنادفورني سنادفورني يعني بنيم سيدر فيبنوتك فانا اديك حاجة مثلا افتروي باكالينيا او تريكي باكالينيا حاجة جيل تانية او جيل تالت زي السيتريزين والحاجات زي كده او اديك حاجة تريكي باكالينيا زي الفيكسوفينادين وعندهم كوينوفينادين على فكرة كوينوفينادين احسن من الفيكسوفينادين وتركيزاته صغيرة بيكون لها تأثير كويس بس هو مش موجود في مصر او موجود في مصر لحد يعرفني ما علينا احنا مش هنقاني لبقرص الفارما كلش عشان الناس اللي تابعنا مش بتذكر فارما يعني الناس اللي عايزة تعلم لغة كلها بس خلينا دلوقتي في التفريقة بين النط بتاع الحروف اول حرف ده ده مش عليه اودرينيا فلتنطق سنا 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 اللي هو النوم اصلا تمام السنا اللي هي السبات او النعاس تمام سنا 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 عرفت ادخل صباعي يقالي الادب سنا سنا تمام اه يبقى دي كده طب هنا وغودنا وغو وغو وخد بالك مش عارف ادخل صباعي ما كان لسه تمام برضو دماغك الوحش هنعرف وغو وغودنا وغودنا سكولكا وغودنا لما انت مثلا تدي حد استحلبه او حاجة ازا كده بتقوله سكولكا وغودنا يعني زي ما انت تحب استحلبه خمس مرات عشر مرات زي ما انت عايز تمام يبقى دي على حسب الرغبة او حسب الطلب يبقى وغو ما فيش اودرينيا في اودرينيا ولا ما فيش في اودرينيا سكولكا وغو هنا ما فيش اودرينيا اوجودنا ما فيش اودرينيا اصلا تمام طيب اخر حاجة اوجن اوجن اللي هو العشاء طبعا عشان نحفظ بس بالمرأة مني سجلت فيديو فانا تعالوا نحفظ شوية حاجات مع بعض اول حاجة زافترك اللي هو الفطار ابيض الغداء اوجن العشاء لما تيجي توصف دواء عايز تقول بعد الغداء هتقول بوسلي هتقول بوسلي زافتركة بوسلي ابيض بوسلي اوجن تمام هتجي بقى قبل مسلا هتقول دو يدي دو يدي دو يدي اللي هو قبل الاكل هتقول نحفظ ابيض ابيض اوجن تمام كده بالنسبة للبوسلي بعد والقبل الاكل كمام حفظوا الحاجات دي بالمرة بماني سجلت الفيديو وركزوا في الفرق بين يعني مثلاً سنوت فورني دي. لو قلت سنوت فورني مش هيفهمك. لو قلت اوجودنا لو قلتها اوجودنو هتبقى حاجة تانية. آآ حاجة مثلاً زي آآ نعمة تشيت. لو قلتها نعم وتشيت نعم وتشيت الحاجة تالتة. تمام? فلازم نفرق بين الحاجات دي. آآ ما حدش توتر ما حدش يعني مش عارف يارك كلمات. لسه هذه الوقت احنا ما خلصناش اصلاً التواعد بتاعت نقطة كاملة. تمام? اتمنى الفيديو ما كنش طول. انا عامله اصلاً عابر يعني هو اصلاً الفيديو ده مش في سلسلة الشرح او خطط الشرح اللي انا كنت مجاهزة بس انا عملته كده استثنائي علشان الناس اللي سألتني عليه. بس كده.